الدريبة 615 جنيه تفاصيل رسوم استخراج رخصة قيادة سيارة والخطوات المطلوبة كتير من التساؤلات بتشغل بالي المواطنين بخصوص رسوم استخراج او تجديد رخصة القيادة خاصة بعد تزايد الشائعات اللي بيرددها البعض عن وجود ارقام فلكية بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي وده طبعا ارقام ملهاش اي اساس من الصحة علشان كده هنقولك رسوم وخطوات استخراج رخصة قيادة ورخصة السيارة تبقى للشروط الجديدة اللي حددها قانون المرور الجديد واللي وافع عليه مجلس النواب في شهر مارس الماضي اول حاجة هتعملها هتروح لوحدة المرور التابع لمحل الاقامة في البطاقة الشخصية وانت رايح اعمل حسابك في صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الاصل تاني حاجة بتقدم طلب نموذج 256 موجه لإقدارة المرور للحصول على رخصة قيادة تالت حاجة بتقدم صورة ضوئية من شهات التخرج مع الاطلاع على الاصل بعد كده بيتم توقيع الكشف الطبي وتقديم شهادة صحية بحالتي النظر والبطنة كمان هيتم تقديم اربع صور شخصية حديثة اما شروط الحصول على رخصة القيادة فهي الا يقل سن المتقدم عن 18 سنة يشترط الا يكون المتقدم صادرا ضده اي احكام جنائية او جنحة مخلة بالشرف والامانة اجتياز المتقدم للدورة التدريبية الخاصة بالقيادة في مركز التعليم في المرور تقديم تحليل المخدرات من الجهات المعتمدة قبل تسليم رخصة القيادة اثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب بطنة وطبيب رمض سداد الرسوم المقررة قانونا اما رسوم استخراج رخصة قيادة سيارة 2021 فهي الاهم في موضوعنا النهاردة ودي متأسيمة لكذا حاجة وهي واحد دفع 615 جنيه رسم الضريبة شاملا رسوم التأمين وتنمية موارد الدولة اثنين دفع 615 جنيه رسم الكشف الطبي تلاتة دفع 105 جنيه رسم استمارة بيانات اربعة رسم 35 جنيه رسم ملف وحفظة رخصة قيادة 6 دفع 20 جنيه رسم نموذج 256 للحصول على الرخصة 6 رسم 15 جنيه طابع شرطة 7 دفع 10 جنيه رسم اختيار اشارات وعلى فكرة رخصة القيادة بتكون سريع 10 سنين وبيتم تجديدها بنفس الشروط المطلوبة في استخراجها اول مرة بهدف الحفاظ على سلامة الجميع وبتمثل غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة في فرض غرامة مالية قدرها تلت الضريبة المحددة على حسب مركة السيارة اضافة للضريبة الاساسية الخاصة بالمركبة وده حسب اللي بينص عليه قانون المرور الجديد اللي بيدي مهل المدة شهر من تاريخ انتهاء موعد تجديد رخصة القيادة وبعد انتهاء المدة دي بيتم فرض الغرامة المذكورة وقيمة الغرامة المالية اللي حددها قانون المرور على رخصة السيارة بتبدأ من 300 جنيه وبتوصل لغاية 3000 جنيه حسب نوع المخالفة اللي بيرتكبها قائد السيارة وهي واحد دفع غرامة تتروح بين 1500 جنيه و3000 جنيه حال اعتداء قائد المركبة على ضابط المرور اثناء تهديت عمله اتنين دفع الغرامة نفسها في حالة تجاوز قائد المركبة الحد الاقصى للسرعة المقررة على الطريق تلاتة دفع غرامة من 100 جنيه ل500 جنيه حال عدم اتباع قائد السيارة تعليمات المرور في الطريق اربعة غرامة مالية بين 200 جنيه و2000 جنيه يتم دفعها حالة وقوف السيارة في وسط الطريق مما يتسبب في توقف حركة المرور خمسة دفع 300 جنيه غرامة حال عدم وجود مدفأة حريق داخل السيارة ستة دفع غرامة 100 جنيه حال عدم رعاية قائد السيارة المصاب على الطريق سبعة دفع غرامة مالية تتروح بين 1000 جنيه و3000 جنيه بيتم دفعها حال عدم الحصول على رخصة قيادة جديدة بدلا من إلغاء الرخصة تمانية دفع غرامة تتروح بين 1500 و3000 جنيه حال استخدام قائد السيارة أجهزة تؤثر على عمل الرادار تسعة دفع غرامة مالية قدرها 1000 جنيه في حالة خرق قائد المركبة الطريق عشرة غرامة مالية تتروح بين 300 و1500 جنيه في حال عدم استخدام قائد السيارة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة حداشر دفع غرامة مالية 2000 جنيه في حال ارتكاب قائد السيارة مخالف التركيب زجاج فمي أو ارتكاب مخالفات تسبب الأضرار البيئية 12 غرامة التأخير عن تجديد رخصة السيارة تبقى للقانون المرور بيتم منح صاحب السيارة فترة سماح لمدة 30 يوم وإذا لم يقم قائد السيارة بتجديدها تطبق عليه غرامة مالية بقيمة تلت الضريبة المحددة للسعة الليترية الخاصة بالسيارة مع سحب الرخصة أما لو أنت لسه عايز تستخرج رخصة قيادة للسيارة الجديد فدي شروطها أن يكون عمر سيق السيارة أكبر من 18 سنة وذلك للاستخدام الخاص أما في الاستخدام المهني أن لا يقل عمر السيق عن 21 سنة أن يقوم بفحص اللياقة البدنية في إدارة المرور أن يكون طالب الرخصة خاصل على شهادة أو على محو الأمية أن يتم قبوله بعد اكتيازه الدورات التدريبية في مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور أن يقوم بعمل تحليل المخدرات قبل تسليم الرخصة أن يكون سليم جنائيا ليس عليه أي أحكام ترجمة نانسي قنقر